مفاجأة أم عروس دميات منفصلة عن زوجها من سنتين وهو أراد أن يكيدها في الفرح التفاصيل على لسان أم العروسة طبعا فقرت أم العروس اللي زوجها طلقها في فرح بنتها في دميات منذ أيام مفاجأة كبيرة جدا وأنها بالفعل منفصلة رسميا عن الزوج منذ أكثر من سنتين وما فعله ما هو إلا كيد منه لأولاده والأم أولاده من أجل الفزيحة وإفساد حفل زفاف بنته أم العروس بتحكي اسمها نجلاء عثمان بتقول أنها بتشتغل ممرضة لسه ما زالت بتشتغل ممرضة من مدينة الروضة طبعا المركز فراسكور محافظة دميات وأنها أم البنت 22 سنة وهي العروسة وخارجة شريعة وقانون ولدين 21 سنة بكلية شريعة وقانون وأخوه 17 سنة آيات أنك بتعاني على مدار سنوات من جوزها دوت وهناك كثير من المشاكل بينهم إلا أنها مفصلت عنه رسميا بتاريخ 24 يوليو 2020 بأسيم الطلاق رسمي ولكنها فضلت أنها تقعد في بيت الزوجية بجانب أولادها من أجل استكمال رعايتها لهم فاصلت أن بنتها كانت على وشك الزواج وقمان أن والدهم ده متزوج أصلا ولو حياته الخاصة بعيدا عنهم وأشارت أنها مطلقة بالفعل وما فعله ولد الأبناء هو بشتغل جزار يعني ما هو إلا كيد منه لها ولأبنائه فهو دائم الخلاف مع أبنائه لتمسكهم بالأم والوقوف بجانبها نتيجة معاملة الأب السيئة للأم ولهم وأكدت أن والد أبنائها أراد الكيد بأبنائه وبها أثناء حفل زفاف بنته الكبيرة فقام عمل في دي حالهم أمام أصدقائهم وقصة العريس والمعارف من ما كانوا حاضرين الفرح لإفساد فرحتهم وتابعت لأنه غار من كوني استطعت أن أربي أبنائي بعيد عنه ودون الحاجة إليه إلى أن تخرجت البنت من الجامعة وتجوزت وارتحق أشقائها بالجامعة وأشارت لأن قسيمة التلاق معها وقدمتها لجهة عملها بأحد المستشفات الحكومية حيث يتم إعفاءها من النباتجية بتاعة الصهر أو نباتشية الصهر لكونها مطلقة وترعى أبنائها وإنها سيدة منتقبة وتعمل على تربيت أبنائها في صمت بعيد عن الزوج الأناني ترغبت تفاصيل الواقعة أنا عملت عليها فيديو مبارح وممكن حضرتكم تلقعوله وبس ده كانت تفاصيل الواقعة اللي حبيت أكمل معاكم لأن أي خبر بقوله لكم لو كان لي بقية أو لي مثلا حاجة تانية بتظهر برضو بقول لكم عليها أول بول في عدة الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كل نسوش تحطوا اللايك وإلى اللقاء